اشتركوا في القناة والبنوك التجارية وذلك لتسهيل وتوفير المسكن الملائم والمناسب للمواطنين لمتابعة خطة العمل المشتركة لتنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعقد اجتماع عمل موسع مع ممثلين البنوك والمصارف التجارية بحضور عدد من المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وبنك الإسكان لطرح المزيد من الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة التي تتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فبرنامج التوميلات الإسكانية الجديدة مثل نتاجا للعمل المتواصل لتوفير المبادرات الإسكانية التي تكفل توفير حلول الإسكانية فورية للمواطنين وتؤسس مرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص الآن وزارة الإسكان وبعد إقرار الحكومة الموقرة للبرنامج الجديد لتمويلات الإسكانية المختلفة يعني هذه فرصة بأننا أيضا نتعاون مع البنوك ونشجعهم من أجل المساهمة الفاعلة والسريعة والاستجابة السريعة لمتطلبات هذا البرنامج المشاركون في الاجتماع أجمع أن طرح التمويلات الجديدة تأتي تأسيسا على النجاح الكبير الذي حققه برنامج مازايا والذي مثل باكورة مبادرات وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص نتطلع اليوم من خلال هذه الشراكة في أننا نضاعف أعداد المستفيدين من خلال خدمات تسهيل التي تتسم بأنها خدمات فورية وخدمات تتسم بالمرونة وتلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع البحريني نستعداء أن نكون شراكاء مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان في المنتجات الجديدة التي تم طرحها والتي تكون تدبي جميع احتياجات المواطن وإن شاء الله تكون شراكة مفيدة للجميع وسيحقق التنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والقطاع الخاص الاستدامة ونجاح البرامج الإسكانية الجديدة وسيسهل إجراءات المنتفعين من خلال تنويع الخيارات التمويلية بما يحقق العيش الكريم للمواطنين ويضمن استغرار الأسرة البحرينية إلى جانب انعكاسه على تحقيق ازدهار وتطور الوطن والمواطنين في إطار الخطة الجديدة للتمويلات الإسكانية التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء جاء عقد هذا الاجتماع لإطلاق مرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المسكن الملائم والمناسب لجميع المواطنين دون استثناء طرال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر